موسيقى أرحب بكم مشاهدين الكرام في أخبار السادسة تأتيكم من مركز الأخبار في قنوات أبوظبي والبداية بأبرز العنوين الرئيس الكوري يستقبل عبدالله بن زايد في صال لبحث سبول ترسيخ وتطوير الشراكة بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا وسط دعم غربي لهجومها المضاد كييف تعلن استعادتها السيطرة على قرى شرقي وجنوبي البلاد وروسيا تؤكد صد قواتها للتقدم الأوكراني في المناطق نفسها موسيقى أهلا بكم بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس الدولة حفيظه الله رسالة خطية إلى فخامة رانيل ويكر أماسينجها رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية تتضمن دعوة للمشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإيطارية بشأن تغير المناخ كوب 28 الذي تستضيفه دولة الإمارات خلال نوفمبر المقبل وسلم الرسالة إلى فخامته سعادة خالد ناصر العامري سفير الدولة لدى جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية استقبل فخامة يونسو كيول رئيس جمهورية كوريا سمو الشيخ عبدالله بن زايد النهيان وزير الخارجية وذلك بحضور معالي باركتين وزير الخارجية الكوري وبحث فخامته هو سمو الشيخ عبدالله بن زايد النهيان خلال اللقاء الذي عقد في مستهل زيارة عمل يقوم بها سموه إلى سول سبول ترسيخ وتطوير الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا في المجالات كافة بما يدعم جهود البلدين الصديقين لتحقيق التنمية الشاملة والازدهار الاقتصادي المستدام وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد النهيان أن زيارة الدولة التي قام بها فخامة يونسو كيول رئيس جمهورية كوريا الصديقة إلى دولة الإمارات شهر يناير الماضي جاءت تجسيدا لعمق ورسوخ العلاقات الاستراتيجية الإماراتية الكورية وحرص قيادتي البلدين على دفع هذه العلاقات وتعزيز شراكتهما الخاصة إلى الأمام هذا وترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد النهيان وزير الخارجية ومعالي باك جين وزير جمهورية كوريا أعمال الحوار الاستراتيجي الخاص الأول بين وزارتي الخارجية في البلدين الذي أعقد في العاصمة الكورية سول وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد النهيان خلال الحوار الاستراتيجي الخاص الإماراتي الكوري أن دولة الإمارات وجمهورية كوريا ترتبطان بعلاقات عميقة ومتجذرة وشراكة استثنائية تنوماوية أثمرت العديد من الإنجازات النوعية للبلدين الصديقين وأشار سموه إلى أن العلاقات الإماراتية الكورية التي بدأت قبل أكثر من أربعين عاما شهدت مراحل عديدة من النمو والتطور والعمل المشترك الفعال والبناء وقد جاء توقيع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في العام 2018 ليشكل دافعا قويا وتحولا نوعيا في مسار هذه العلاقة نحو آفاق رحب من التعاون في المجالات كافة عبرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع جمهورية كازاخستان في ضحايا حرائق الغابات في منطقة أباي التي تسببت في مقتل وإصابة عددا من الأشخاص وأعربت وزارة الخارجية في بيانا لها عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة جمهورية كازاخستان وشعبها الصديق وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم وتمنياتها لجميع المصابين الشفاء العجل نقف الآن مشاهدين عند آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قال مسؤولون أوكرانيون أن ستة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في هجوم صاروخي اتهمت كييف موسكو بشنه في ساعات مبكرة من صباح اليوم على مبنى سكني بمدينة كريفيري مصقة رأس الرئيس فلودمير زيلنسكي وقال مسؤولون أن 25 شخصا على الأقل أصيبوا وربما لا يزالوا آخرون تحت الأنقاض وقال سيرهي لايساك حاكم منطقة دينيبرو بيتروفيسك عبر تطبيق تاليجرام أن عمليات الإنقاض تجري عند المبنى السكني وعند مستودع مدمر في خضم الهجوم المضاد الذي أعلنت عنه كييف أعلن الجيشان الروسي والأوكراني عن تحقيقهما نجاحات على الجبهة حيث قالت موسكو أنها صدت هجمات القوات الأوكرانية في الجنوب في حين قالت كييف أنها استولت على قرية أخرى في شرق دوناتك وزابروجيا على مساحة تقارب 90 كم مربعنا أعلنت أوكرانيا تقدمها واستعادتها السيطرة على سبع قرى في شرق وجنوب البلاد من القوات الروسية في الهجوم المضاد الذي تشنه منذ نهاية الأسبوع الماضي وقد أكدت نائبة وزير الدفاع الأوكراني أنه تم استعادة سبع قرى في منطقة زابروجيا الجنوبية وجنوب منطقة دونيسك في المقابل قالت روسيا التي قللت من التقدم الأوكراني المعلن إنها أصدت هجمات قوات كييف في المناطق نفسها في دونيسك وفي محيط قرى في منطقة زابروجيا المجاورة الهجوم المضاد الأوكراني الذي يجد طريقه على الأرض ببراع غربية عبر ترسانة أسلحة متطورة هجومية ودفاعية يتردد صداه خارج رقعة الحرب الدائرة حيث أعرب أنتوني بلينكين وزير الخارجي الأمريكي عن أمله في نجاح الهجوم الأوكراني وسحب الرئيس الروسي إلى طاولة التفاوض إن نجاح أوكرانيا في الهجوم المضاد سيفعل شيئين سيعزز موقف أوكرانيا على أي طاولة تفاوض جديدة وقد يجعل بوتين في النهاية يركز على التفاوض ونحن سنواصل زيادة دعمنا لأوكرانيا ومن قصر الإليزي وخلال لقاء مشترك مع المستشار الألماني والرئيس البولندي أعلن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أن الهجوم المضاد الذي تشنه كييف على القوات الروسية في أوكرانيا سيستمر وأن حلفاء كييف يدعمون نجاحه من أجل بدء مرحلة تفاوض بشروط جيدة بدوره قال المستشار الألماني إن بلاده ستدعم أوكرانيا بعتاد من دبابات ومدفعية ومضادات للطائرات طالما كان ذلك ضروريا فيما شدد الرئيس البولندي على ضرورة إرسال إشارة واضحة بشأن طلب كييف الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي ولئن بدى تحسين شروط التفاوض لوقف الحرب في أوكرانيا هدف الدول الداعمة لإنجاح هجوم كييف المضاد الذي تدعمه أكثر من خمسين دولة فإن قراءة للواقع تنبئ بأن التصعيد الذي تحاول الدول الغربية تجنبه أكثر واقعية من أي وقت مضى مع تصعيد موسكو من تحركها وطلب كييف للمزيد من الدعم قال جون كيربي مناسق الاتصالات الاستراتيجية لدى البيت الأبيض أمس أن الولايات المتحدة لم ترصد مؤشرات على أن نقل الأسلحة النووية التكتيكية الروسية إلى بيلاروسيا أمر وشيك الحدوث ونفى كيربي أي شيء من شأنه أن يجعل واشنطن تغير وضعها يأتي ذلك بعدما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره البيلاروسي أليكساندر لوكاشينكو أن روسيا ستنقل أسلحة نووية تكتيكية إلى بيلاروسيا شهر المقبل ويصر بوتين على أن الكريملين ملتزم بتعهداته بعدم الانتشار النووي من خلال الالتزام بالحد من الأسلحة من جانبه قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريس أن أكبر مناورة للقوات الجوية في تاريخ حلف شمال الأطلسية النيتو التي بدأت فوق سماء ألمانيا تظهر الاستعداد الدفاعي للتحالف الغربي والقوات المسلحة الألمانية وتستمر تدريبات اير ديفاندر 2023 التي تقودها القوات المسلحة الألمانية حتى 23 من هذا الشهر وتهدف إلى التدريب على هجوم وهمي وأكد بيستوريس أن المناورة تهدف إلى توضيح أن النيتو والقوات الجوية الألمانية مستعدان للدفاع عن أنفسهم وقال أن القوات الجوية بشكل خاص لها أهمية مركزية في حالة وقوع هجوم لأنها أول المستجيبين لتأمين السكان وكذلك قواتهم المسلحة مشاهدين نشرتنا متواصلة وتتابعون فيها بعد فاصل قصير ترامب يمثل أمام القضاء الأمريكي اليوم للراد على الاتهامات الموجهة إليه بشأن قضية الوثائق السرية أهلا بكم من جديد مشاهدين قبل مواصلة هذه النشرة هذا تذكير بأبرز عنوينها الرئيس الكوري يستقبل عبدالله بن زايد في صال لبحث سبل ترسيخ وتطوير الشراكة بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا وسط دعم غربي لهجومها المضاد كياف تؤكد استعادتها السيطرة على قرى في شرق وجنوب البلاد وروسيا تؤكد صد قواتها للتقدم الأوكراني في المناطق نفسها أهلا بكم من جديد أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تقدير بلاده لدور العراق وجهوده في دعم الاستقرار للمنطقة وصدامة الأمن فيها وأشار خلال اجتماعه اليوم رئيس الحكومة العراقية محمد الشيع السوداني الذي يزور القاهرة حاليا إذن أشار إلى رغبة مصر في توسعة أفاق التعاون مع العراق في مختلف المجالات ضمن شراكة طويلة الأمد تعزز التنمية بين البلدين وبدوره ضع السوداني إلى انداج العمل المشترك بين العراق ومصر لمواجهة مختلف التحديات والأزمات مشددا على أهمية تحقيق التكامل في مجالات عدة أفادت وسائل أعلام رسمية بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس وصل إلى بكين اليوم في زيارة تستمر أربعة أيام في زيارته الخامسة إلى بكين سيلتقي عباس عددا من كبار المسؤولين الصينيين يتقدمهم الرئيس تشي جينبينغ بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية وفا خلال القمة بين تشي وعباس سيتم بحث تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرأي بشأن آخر مستجدات القضية الفلسطينية هذا وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانجي بن للصحفيين الأسبوع الماضي بأن عباس أول رئيس دولة عربي تستقبله الصين هذا العام في أخبار أخرى أكد مسؤول سوداني اليوم أن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان لن يلتقي قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلوف في ظل ظروف الراهنة ويأتي ذلك في إشارة إلى تأكيد الرئيس الكيني ويليام روتو السعي لعقد لقاء مباشر بين الطرفين خلال قمة الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا هذا ولما يلتقي القائدان العسكريان منذ اندلاع المعارك بين قواتهما في الخرطوم ومناطق سودانية أخرى في الخامس عشر من إبريل ووفق المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة تسبب النزاع بنزوح حوالي مليوني شخص بينهم أكثر من 476 ألفا عبروا إلى دول مجاورة أعلنت الأمم المتحدة أن فرق الإنقاذ ستبدأ قريبا عملية سحب حمولة ناقلة النفط صافر المهجورة قبالة سواحل اليمن ذلك بعد عمليات تقييم تمهيدية استمرت أسبوعين صافر التي صنعت قبل 47 عاما وتستخدم كمنصة تخزين عائمة محملة بنحو مليون ومائة ألف برميل من النفط الخام ولم تخضع السفينة لأي صيانة منذ 2015 ما أدى إلى تآكل هيكلها وترد حالتها في نهاية مايو صعد فريق خبراء على متن السفينة وبدأت عملية تقييم لوضعها وقد باشر الاستعدادات لعملية سحب النفط الضرورية لتجنب تسرب نفطي كبير قال مصدر رفيع في الحكومة اليمنية لرويترز أمس أن مخزون الغذائي لليمن من القمح والمواد الأساسية يكفي لنحو أربعة أشهر وسط تزايد المخاوف الدولية من تفاقم أزمة الغذاء خلال عام 2023 لكن وكالة الأنباء اليمنية الرسمية نقلت عن وزير الصناعة والتجارة القول إن المخزون السلعي في الحدود الآمن وليس هناك أي شحن في المعروض خلال الأشهر القادمة هذا ويحصل اليمن على 95% من معظم احتياجاته الغذائية من مصادر خارجية في شأن الأمريكي يمثل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمام محكمة فدرالية اليوم في فلوريدا للرد على الاتهامات المواجهة إليه بشأن قضية الوثائق السرية وذلك عشية مواجهته لائحة اتهم جنائية فدرالية في قضية ينظر لها أنصار الرئيس الجمهوري السابق بأنها محاولة لإزاحته من مشهد الانتخابات الرئاسية المقبلة تتجه الأنظار في الولايات المتحدة الأمريكية والعالم إلى محكمة مايامي في فلوريدا حيث سيواجه رئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لإحة اتهام جنائية فدرالية لاحتفاظه بوصائق سرية بعد انتهاء ولايته وتشمل هذه الوثائق تفاصيل برامج الأسلحة النووية الأمريكية ونقاط الضعف المحتملة لواشنطن وحلفائها وخطط الولايات المتحدة لشن هجمات عسكرية انتقامية ترامب المرشح الأوفر حظا للفوز في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري لعام 2024 سيمثل أمام المحكمة للرد على 37 تهمة وجهات إليه وتتعلق بعرقلة سير العدالة وإخفاء وثائق والإدلاء ببيانات كاذبة أمام سلطات إنفاذ القانون فضل عن التخطيط الاحتفاظ بعشرات الوثائق السرية التي نقلها إلى مقر إقاماته في فلوريدا بعد مغدرته البيت الأبيض عام 2021 وبحسب لائحة الاتهام فإن الكشف عن هذه الوثائق السرية قد يعرض للخطر الأمن القومي للولايات المتحدة وعلاقاتها الخارجية وسلامت مصادر جمع المعلومات العسكرية وسليب جمع المعلومات الاستخباراتية الحساسة الرئيس السابق الذي صرح بأن لائحة الاتهام الأخيرة لن تجبره على الانسحاب من الانتخابات العام المقبل يعتبر أول رئيس سابق تستدعيه محكمة فيدرالية بعد أن كان قد خضع للمساءلة مرتين أمام الكونغرس الأمريكي وتضمنت لائحة الاتهام في قضية الوثائق مقاطع فيديو لكاميرات المراقبة ورسائل نصية وصورة فوتوغرافية من مساعد ترامب وموظفيه وعائلته وشهادات الشهود وفيما تستعد شرطة ميامي لاستقبال محتاجين مناصرين لترامب قد يصل عددهم إلى خمسين ألف شخص ينظر هؤلاء وكبار المسؤولين في الحزب الجمهوري إلى لائحة الاتهام الأخيرة على أنها ذات دوافع سياسية تهدف إلى وضع العرقيل أمام عودة الرئيس السابق إلى البيت الأبيض وفي أخبار أخرى قال مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة وإيران لا تجريان مناقشات بشأن اتفاق نومي مؤقت إلى أن واشنطن أبلغت تهران بالخطوات التي قد تشعل أزمة وتلك التي قد تخلق مناخ أفضل بين الجانبين أوضح أنه لا توجد محادثات بشأن اتفاق مؤقت مضيفا بأن واشنطن أوضحت الخطوات التسعيدية التي ينبغي على تهران تجنبها حتى لا تحدث أزمة بحسب وصفه وأشار إلى أن واشنطن تود أن ترى المزيد من التعاون الإيراني مع الوكالة الدولية لطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة مشاهدين هذه النشرة مستمرة تتابعون فيها بعد قليل في أخبار الاقتصاد أربعمائة وثلاثون ملياراً وسبعمائة مليون درهم رأس مالي واحتياطات بنوك الإمارات بنهاية الربع الأول بنمو ثمانية فاصلة تسعة في المئة أهلا بكم مشاهدينا من جديد نصل الآن إلى المحطة الاقتصادية يسحبنا فيها الزميل حامد الرعام ما سالخير حامد شكراً نور ميرنا وحياكم الله مشاهدينا في المحطة الاقتصادية بعد هذه الوقت أعلنت دائرة البلديات والنقل عن تفعيل نموذج العقد الموحد لبيع الوحدات والأراضي على المخطط للمناطق التطويرية في إمارة أبوظبي بهدف تنظيم عمليات البيع والشراء بين المطور والمستثمر وتحقيق التوازن بين حقوق والتزامات الطرفين ورفع مستويات الشفافية والثقة بما يعزز استقرار السوق العقاري في إمارة أبوظبي سيبدأ العمل بتطبيق نموذج العقد الموحد لتسجيل عقود البيع والشراء على المخطط في المناطق التطويرية اعتبارا من يوم الثالث من يوليو المقبل ارتفع إجمالي رأس مال وحدياطات البنوك العاملة في الدولة على أساس سنوي بنحو 35 مليار ومائتي مليون درهم أو ما مقداره 18% ليصل إلى 430 مليار و700 مليون درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنحو 395 مليار و500 مليون درهم نهاية الربع الأول من 2022 ذكر مصرف الإمارات المركزي في تغريره الشهري أن رأس مال واحتياطات البنوك زاد على أساس لربع سنوي بنحو نصف في المئة وما يعادل مليارين ومائة مليون درهم مقابل 428 مليار و600 مليون درهم بنهاية الربع الرابع من العام الماضي وبحسب المركزي استحوذت البنوك الوطنية على نحو 86% من إجمالي رأس مال واحتياطات البنوك العاملة في الدولة وإلى أغلاقات أسواق الأسهم الإماراتية مشاهدين خلال جلسة اليوم في كل السوقين تراجع في سوق أبوظبي بـ 13% والماشر عن 9351 نقطة أما سوق دبي ارتفع بـ 13% عند مستوى 3712 نقطة بالنسبة لأحجام التداولات اليوم في سوق أبوظبي تم تداول أكثر من 244 مليون سهم بقيمة تزيد عن مليار و118 مليون درهم أما في سوق دبي للأوراق المالية فتم تداول أكثر من 490 مليون سهم بقيمة تصل إلى قرابة نصف مليار درهم سجل سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفعا ملحوظا في قيم وأحجام التداول على صناديق الاستثمار المتداولة خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري ما يجعله سوق الصناديق الأنشط والأعلى سيولة مقارنة بالأسواق المماثلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا واستنادا إلى بيانات حصلت عليها وكالة أنباء الإمارات ومن سوق أبوظبي المالي ارتفعت قيم تداولات على صناديق الاستثمار المتداولة بمعدل 974% لتصل إلى مليارين و740 مليون درهم بنهاية الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري مقابل نحو 255 مليون و400 ألف درهم خلال الخمسة أشهر الأولى من 2022 وقع الطيران الإمارات والخطوط الجوية الكينية اتفاقية انترلاين تتيح لمسافرين ناقلتين الوصول إلى وجهات جديدة على شبكتين رحلاتهما باستخدام تذكرة واحدة وسياسة أمتعة واحدة وتتيح الاتفاقية للمسافرين خيار سفر أوسع وسهولة تسجيل أمتعتهم لتصل إلى وجهاتهم النهائية حيث بات بإمكان عملاء طيران الإمارات الآن السفر إلى 28 وجهة على شبكة الخطوط الجوية الكينية عبر نيروبي إلى وجهات مثل نامبولا وناقي وكيجالا وعدد من المدن الإقليمية الأخرى عبر أفريقيا إلى هنا مشاهدين نأتي إلى نهات محطتنا الاقتصادية شكرا للمتابعة وعودة إلى ميرنات شكرا لك حمد شكرا لك حمد مشاهدين مع أخبار الاقتصاد نكون قد وصلنا إلى هذا التقرير حيث نستعرض معكم من مدينة مانشستر الإنجليزية حيث يواصل سكان المدينة احتفالاتهم بالإنجاز الذي صنعه فريق مانشستر سيتي لكرة القدم بعد فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا في موسم استثنائي حصد في الستي الثلاثية التاريخية مراسل قنوات أبوظبي رصد جانبا من الاحتفالات الجماهيرية الصاخبة في المدينة نتابع مانشستر بأسرها تحتفل بقطبها الكروي الخرافي مانشستر سيتي أمواج بشرية باللون الأزرق الفاتح تدفقت على وسط المدينة في مشهد تعالت فيه الحناجر بالأهازيج إلى درجة جنونية أما عندما مرت الحافلة المكشوفة وعلى متنها اللاعبون والمدرب وكل الطاقم فكانت اللحظة الفارقة لنشوة أنصار مانشستر سيتي ولم يفرغ الناس كل ما في جعبتهم حتى بعد مرور موكب الحافلة المكشوفة فقد وجدوا في كاميرا التلفزيون أبوظبي ضالتهم المنشودة مانشستر مدينة موحدة خلف فريقها العتيد مانشستر سيتي الذي بقدر ما احتفظ واعتمد على أنصاره من أبناء المدينة بقدر ما تألق دوليا باحترافيته كعلامة عالمية متميزة في مجال كرة القدم المحترفة أنا لست قلقا عن المستقبل ليس بعد هذا اليوم اليوم أنا محظوظ فقد شاهدت كيف أن أحد ألقاب مانشستر سيتي مر من أمامي هذه ليست ليلتي بل هي ليلة الأجيال الصاعدة والقادمة التي تريد أن ترى الفريق وهو يسير قدما إلى الأمام شعور أنصار مانشستر سيتي في هذا الجو الاحتفالي أن فريقهم سيكرر لا محالة فوزه التاريخي لسنوات طويلة وظهر جليا لأبناء المدينة أن النجاح الباهر لمانشستر سيتي هو قبل كل شيء لأنه الفريق الذي دأب على امتحان نفسه ووضع كل الضغط على كاهله في تحقيق ما يرغب إليه بجرعة كبيرة من الإصرار والرغبة في تحقيق الغايات الكبرى يجب أن نستمر في تحقيق الانتصارات ويجب تجديد عقل المدرب جوارديولا إلى أقوى لمدة ممكنة واصل الانتصار والنجمع ما أمكن من الألقاب والكؤوس والآن فضول الأنصار مثله مثل فضول بقية العالم أن يعرفوا سر الاستراتيجية التي دفعت مانشستر سيتي إلى هذا التألق الخرافي منذ أن تبناه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان إذن مشاهدين بهذا التقرير نكون قد وصلنا إلى ختم نشرة السادسة شكرا على حصن المتابعة ودائما في أمان الله اشتركوا في القناة